نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم كل ما يتم تداوله ونشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ملفقة ومزاعم عن طباعة الشهادات في اندونيسيا بقيمة ثلاثة ملايين دولار وأكد البيان أنه نظرا لنفاذ كمية الشهادات في مخازن الوزارة تقدمت وزارة التربية والتعليم بخطام رسمي لوزارة المالية من أجل طباعة الشهادات بقيمة 177 مليون ريال يمني فقط تخصم منها الضريبة وبعد التحليل والدراسة جاءت الموافقة من وزارة المالية وأضف بيان الوزارة أنه تمت مخاطبة أكثر من دولة ومن ضمنها مصر ولكن اعتذرت مطابع الشرطة المصرية وجاء عروض من اندونيسيا وتم التفاوض مع المطابع في اندونيسيا والاتفاق من خلال السفارة اليمنية على طباعة مليون شهاد وأكدت أن الكمية المطبوعة ستغطي احتياجات الوزارة من الشهادات لأعوام قادمة ونوهت الوزارة أيضا إلى أن وزير التربية والتعليم طارغ العكبري لم يكن في اندونيسيا مع الفريق المختص كما يشع شكرا